يا صباح الخير والسعادة على كل مشاهدينا اللي بيتابعونا النهاردة من برنامجكم حلقتنا النهاردة بتهم كل سيدة وكل رجل بتهم كل زوجة وكل زوج بتهم كل جدة وكل جدة لأنهم كلهم مشاركين بدورهم الأساسين حلقتنا النهاردة بنتكلم عن التربية التربية اللي لازم تكون أساس جدا من البيت ومن الأسرة كلنا بنتولد ولكننا بنتشكل على حسب ظروف الحياة ومنختلف برضو على حسب ظروف الحياة والبيئة والأسرة بيقولك أن التربية الحسنة هي الأداة التي تجعل الفرض سعادة لنفسه والغيره بيقولك كمان من شاب على شيء شاب عليه الأهم حاجة في حياتنا اللي احنا تتربى ودي من الأساس الأساسية في حياتنا أنت كأبد لازم تكون مهتم جدا بابنك وهو صغير لازم تكون معلم وحين يكبر يكون تكون صديق لي كثير من الأبهات والأمهات مش عارفين معنى التربية الصحيحة عجزوا عن معنى التنشأة عجزوا عن التوازن الصحيح للتربية ليكون بر الولدية فيما بعد طبعا ويكون صالح للمجتمع التربية شيء مهم جدا ما ده اللي احنا نهارد عايزين نفتحه معاكم كثير من الأبهات والأمهات بيالقوا أطفالهم في الحضانات والمدارس قبل سن ست سنين وده طبعا يعتبر جريمة لأن في الدول المتقدمة زي اليابان وكندا وألمانيا ممنوع تماما تماما أن الطفل يكون في الدراسة قبل سن سبع سنوات لأن دي بتققى مرحلة للعبة فقط عشان يقدر ياخد القادر الكافي من الحنان واسرة والبيت وكمان عشان يتربى وينشأ كويس ويقدر يتشكل شخصيته كويس جدا يعني بنقول عليه تكوين شخصية الأطفال بشكل متوازن جدا حلقتنا النهاردة عن التربية الصحيحة وأهم السوليكيات اللي احنا لازم نقدمها لأطفالنا بشكل كويس جدا تعالوا بقى نرحب بدفنا اللي نورنا النهاردة دكتور عاد البركات محاضر علم النفس التربوي صباح الخير يا دكتور صباح الفل ده أصلا نورتنا طبعا حضرتك عارف أن السوليكيات دي حاجة مهمة جدا وبتبتدي أول حاجة خالص من في بطن الأم أول خالص من بجانب بيتكون حدث ممكن تكلمنا زي الأم في البداية تتعامل مع الطفل هو في بطنها بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله إلا ندى لك من عالم الضر الخفي إلا فألك ما صار أو طار فيه أو سألك ما كان من إنس وجن أو ملك وبعد بالفعل إحنا عاملين شوية توعية كده على مستوى الجمهورية حلقات متسلسلة كده في أماكن كتير جدا عن التربية قبل الحمد الناس بتعتقد أن عملية التربية بتتم بعد الميلاد ولكن هناك حواس عندنا في علم النفس تربى و بنسميها الحواس لا تليها تموت وبالفعل هي عندنا حاسة واحدة بس بتعمل قبل الميلاد وهي حاسة السمع فلذلك أن الطفل العصبي ما لوجد دعوة بالمورصات تماما هم مورصات بريئة من العصبية يعني واحد بقول علشان أنا عصبي علشان ولدي كان عصبي علشان كده أنا بقيت عصبي الكلام ده ملوش أي أساس من الصحة طفل زي السفينجة بالضبط بيشرب وأول حاجة ممكن يكتسبها العصبية يعني أنا لو عندي ولدت ولد عصبي بالفعل فهو بسبب السلوكيات اللي تمت أثناء فترة الحمل لذلك احنا عملنا التربية من الحمل علشان الحاسة التي لا تموت بتشتغل في نهاية الشهر السادس تقريبا سموها التي لا تموت لأنها بتشتغل في نهاية الشهر السادس وبتشتغل أثناء النوم حضرتك لو فيه غاز في الشقة ممكن يحصل اختناق والفرض يموت لأن حاسة الشم مش شغالة ولكن الغاز بيخترق أما لو فيه صوت عالي حضرتك هتصحي لأن الحاسة شغالة أثناء النوم كمان قالوا كده استندوا للحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يسمع قرع عن عالهم أنها بتشتغل بعد الوفاة لذلك سموها الحاسة التي لا تموت إذن لو حصل أي صوت عالي أثناء فترة الحمل وخصوصا في نهاية الشهر السادس لذلك منقول لازم الأزواج يضبطوا نفسهم علشان صحة الطفلة علشان الصحة نفسية للطفلة ما يتولدش عصبي لأنه بيسمع كل اللي بيحصل برا ولكن هو مش بيفصره كل الفكرة أنه بيسمع شيء على غير البيئة السوية اللي هو عايش فيها في بطن الأم فبيحصل له الطراب حتى أن بعد الدرسات بحث أخير قرأته أن في بعض الأطفال في بطن الأم بيمسك الحبل السري وبيخنق نفسه بيه بسبب الطراب اللي بيحصل برا إذن فسلوك العصبية سلوك مكتسب أمه وسلوكيات كثير جدا زي البخل زي العناد وغيره 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 فدي بداية قبل الحمل المفروض في نهاية الشهر السادس كله يضبط نفسه علشان الطرابات اللي بتحصل في خلال هذه الفترة بعد بقى الولادة في مرحلة الرضاعة حضرتك على الغاز سنة ثلاث سنوات تتعامل برضو إزاي بيقابلة حاجات كتير جدا العناد فيه كمان الأمهات بتخاف جدا من موضوع العناد والخوف والسرق حاجات كتير والكد كل الحاجات دي ممكن الطفل يكتسبها من ثلاث سنوات ولا بعد ثلاث سنوات ممتاز فيه عندنا قلب النفس ده علم جميل جدا من أفضل العلم الواحد ممكن يدرسها في حياته بصراحة لأن عندنا حاجة بتقول من أهمية علم النفس توقع سلوك الفرض من خلال الظروف المحيطة فيه والتفرقة بين السلوك السوي والسلوك الشاز فيه سلوكيات شازة ولكن في مرحلة عمريها بتكون طبيعية جدا هناخدهم بالتفصيل كده واحدة واحدة نبدأ الأول بمرحلة الخوف الخوف بينقسم إلى ثلاث أشياء خوف مرضي وخوف فطري وخوف مكتسب المكتسب تلاقي الطفل لحد ست شهور بالزبط قبل ست شهور ممكن أي حد يشيله ما عندوش أي مشكلة ما بيخافش فالأم لازم تعرف أنه هو في ست شهور بيبدأ يخاف من الوجوه الجديدة صحيح دي أول حاجة بيخاف منها الطفل لذلك قال النازم والنبت ينبت في الفلاتي والنبت ينبت في الجناني ليس كالنبت ينبت في الفلاتي وهل يرجى لأطفال كمالي إذا ارتضعنا سدية ناقصاتي المقصود بالناقصاتي هنا مش ناقصات فهم أو ناقصات سلوك لا ناقصات معرفة هي مش عارفة فعل ذلك أن هي بتمارس سلوكية خطأ أول حاجة عندي الخوف الفطري ده قلنا أول حاجة في ست شهور الطفل بيبدأ يخاف من الوجوه الجديدة قبل ست شهور ممكن أي حد يشيله بعد كده بيبدأ يخاف ثاني حاجة عندي في نهاية السنة الأولى بيبدأ يخاف من الظلعم بيبدأ يخاف من الظلعم وبديهيا من أثناء فترة الحملة أصلا هو بيخاف من الصوت العالي فدول ثلاث حاجات الطفل بيخاف منهم بعد كده بيبدأ يخاف من الخبرات الجديدة أي حاجة هو داخل عليها جديد بيبدأ يخاف منها إزاي؟ يعني مثلا الطفل في سبع سنوات أو ست سنوات أو داخل كيجي في أربع سنين فأول يوم له في الدراسة هنا الأمهات معتقدة أنه هو مش عايز يتعلم أو مش عايز يروح هو خايف من خبرة جديدة داخل عليها ده بالنسبة لسلوك الخوف نيجي بقى بالنسبة للعند العند هو مرحلة عمرية طبيعية جدا من اثنين لأربعة دول بنسميهم في علم النفس الطربوي السنتين الصعبتين لذلك أن الأم كده تشد فرامل يده وتشغل شبالها كده لمدة سنتين أنها تاخد سلوك عند من الطفل لأنه بدأ يتعرف على ذاته عايز يزبط شخصيته في المجتمع اللي هو عايش فيه بالنسبة له هذا المجتمع هو مكوّم من أم أب أخوة الأسرة اللي هو بيعيش فيها هذا هي المجتمع اللي بالنسبة له فلذلك أنه هو بيكون عندي من اثنين لأربعة أنا بس مش عايز أكثر عنده العند ده أنا عايز أعرف أتعامل معه إزاي أتعامل مع العند إزاي بقى حاجة بسيطة جدا أولا لازم أعرف أن دي مرحلة عمريا طبعا أنا مفردش على الطفل حاجة لأنه بدأ يكون مفهومه عن شخصيته شخصيت إيه ده طفل لسه عنده سنتين وثلاث سنوات إيه اللي أنت بتتكلم فيه ده أه أول سبع سنين يا فندم بيأسروا في شخصيت أي واحد بنسبة 80% بتكون الشخصية بنسبة 80% لغاية سبع سنوات الخبرات اللي بيكتسبها الطفل دي كلها بتكون شخصيته بنسبة 80% لذلك إن إحنا بنقول لأي أم تيجزي عمل سندوتشات للطفل الصبح وراح المدرسة فبتعمله سندوتشات الجبنة اللي هو بيحبه أول ما حطاه في الشنطة إيه اللي بيحصل أو تدهله مش عايز فهو بيعاند من أجل العند لذلك خليكي يعني زكية فأنا أعمل زي أنا أخيره أنا أخير الطفل تحب بتاكل دي أو دي أو دي لذلك بنقول عشان الطفل يولد عنده ثقة بالنفس عندي حكتين مهمين جدا أول حاجة إن أنا أخيره في كل حاجة بس أخيره وفقا لإمكانياتي أنا يعني أنا عايز أشتري له حاجة فبدل ما أروح أشتري هذا وأجيبه له لا أنا أخيره معايا بخيره بقوله تاخد دي أو دي والاختيار يكون بين ثلاثة أشياء فأكثر اتنين لا اثنين فإزلال يا دي يا دي يا أبيض يا إسود ثلاثة أشياء فأكثر ولكن أنا أعز أشتري له شوزة مثلا 800 جنيه إمكانياتي كده فيه بألف في المحل فأنا بقوله أنت الستاند ده علي حاجات بمتين أنت خد اللي تعجبك من دول طب أنا عايز من دي لا هو ده على قدر يعني المفروض يكون هناك قدر من المرونة وقدر من الحزم المرونة مع الحزم أنت هتاخد من دي كده يبقى أنا لعند مرحلة طبيعية جدا ما فهاش أي مشكلة بالنسبة للطفل من اثنين لأربعة مطلوب مني أن أنا أتعامل معه طب العند بعد أربع سنوات هذه رسالة موجهة إلى الأمة أو الأب أو المربي أو المربية العند بعد أربع سنين دي رسالة موجهة للأمة أو الأب أو المربي أو المربية الرسالة بتقول إيه؟ بتقول إن حضرتك مش بتحترمني إن حضرتك مش مقدرني إن عندي فيه حاجة في التربية اسمها هرم مصلو وفقاً لإحتياجات النفسية علشان أحافظ على نفسية الطفل أعملي لازم أوفر له خمس حاجات ورغم أن هذا العالم أمريكي ربما لا يعرف إله أصلاً إلا إن أي حقيقة علمية في الكون أساسها الدين بتاعني بنقول إن أول حاجة في قعدة الهرم الإحتياجات الأولية أو الإحتياجات الفسوريجية للطفل محتاج إنه يأكل، محتاج إنه يشرب، محتاج إنه يتعالج، محتاج إنه يلبس الحاجات الأساسية عملت الإخراج، عملت نظافة غيره الحاجات الأساسية لهو محتاجة تاني حاجة عندي في قعدة الهرم اسمها الاحتياجات الأمنية كله يشرب هيبدأ يحس إنه هو مرتاح، إنه هو آمن بقية الاحتياجات الأمنية أنا بكملها له تب إزاي ما تطعردش مع أي دي من الديانات السموية أعوذوا إلا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإله في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعامهم من جوع وآمنهم من خوف ربنا سبحانه وتعالى ما قالش آمنهم من خوف وأطعامهم من جوع ترتيب الكرآن مرتب ببلاغة إلهية إذن بياكل ويشرب بعد كده بيحس بالأمن عندي الحاجة رقم ثلاثة حاجة الحب والانتماء مفروض أن أنا بحب الطفل بداعي وبدون داعي والحب له قانون أساس هنا أنه ما يكونش مشروط ما قلوش لو عملت كذا تبقى حبيبي لو عملت كذا أنا أحبك لا لازم يكون حب مشروط ما يكونش فيه تبليل زائد تبليل الزائد ده مشكلة كبيرة جدا بيطلع الطفل لما يكبر وينشأ غير مش متحمل المسؤولين بعد كده يتقدر على مواجهة صعبات ومتطلبات الحياة كمان عشان أزرع ثقة بالنفس نرجع شوية الوراء قلنا أول حاجة أخير الطفل بين حاجة والتانية الحاجة التانية أن أنا شايله تقلع على دماغه طب أشياله تقوله إزاي أنا أجيب حتة حديدة كده وأعملها كده وبرنيتها كده ولا طاية ولا بيسها على دماغه لا مش كده خالص أشياله تقوله أن أحمله مسؤولية ده بالنسبة للعند وكيفية بناء الثقة عند الطفل طيب حضرتك بتشوف الأبهات والأمهات يعني بيتعاملوا مع أطفالهم بشكل العقاب بشكل وحش أنت حضرتك بتشوف دلوقتي المواقف بنسمع عن حاجات ما كنش بنسمعها قبل كده في طريقة التعذيب وكده وإحنا كنا زمان نقول إحنا يا جماعة لازم ما تتوقعش من ابنك الإنجاز يعني أفضل الإنجاز ما تتوقعش منه أفضل إنجاز لأن طبعا كل طفل سلقياته ومهاراته وقدراته متفاوتة فهم لازم يعني حتة العقاب دي يعني مش كل حاجة عقابية يكون في طريقة كويسة جدا في معالجة العقاب ممتاز جدا بالنسبة للعقاب عندي أفضل أنواع العقاب حكتين أول حاجة الحرمان من شيء هو بيحبه الحرمان من شيء هو بيحبه تاني حاجة في حاجة اسمها الباتشير أو الكرسي السيء بأن أنا حط كرسي في أوضة كده ده بيروح يقعد عليه الطفل على ما بيعمل خطأ بس ده ليه قانون مهم جدا أن كل سنة لها دقيقة يعني طفل عنده سبع سنوات يقعد على الكرسي ده منعزل كده ما نتكلمش مع حد لمدة دقيقة كل سنة دقيقة سبع سنوات يبقى عدد سبع دقيقة يبقى أول حاجة قلنا الباتشير تاني حاجة في حاجة عندي اسمها الخصام المؤقت الخصام المؤقت الخصام بنأكد عليها الخصام المؤقت ودي بيجيب نتيجة يا دكتور بابا أكيد طبعا بيجيب نتيجة ممكن الطفل يبقى يجي سلح بابا ومتقول لهم مش هعمل كده تاين لا ما هي بقى ما تكسرش القانون يا فنو خصام المؤقتنا أنا تقول لهم مش هكلمك من الصبح لغاية الظهر هنا هيكسر في نيش هنا هيبدأ يلعب في تليفون هيبدأ يخبط في المطبخ يعمل أي حاجة موضوع الهدايا دكتور حلوة في موضوع ده يعني بتغيري موضوع الهدايا تقول لهم هنجيب لك هده لو معملش موضوع ده لا أنا بلاش كده علشان ما يكبرش يعني يعتمد على الحتة دي يبقى كل حاجة بالنسبة له لها مقابل في حاجات صغيرة أو كده بنعملها مع الأطفال بتكبر معهم زي طفل واقع على الأرض مثلا فعيط بتجري الأم وتشيله وتضرب الأرض كده ده غلط جدا غلط جدا لأنه كده بيطلع ده شمعها أنا بتدهله عشان يعلق عليها أخطاءه لما يكبر ده ببساطة كده هيتلع بقى إيه عايز مدلل بكل حاجة عايز اللي يعمل له ها نطلع شخص اعتمادي دلوقتي لما تيجي أم أنا اتفاجئت حد عنده 18 سنة بتقول لي ابني أنا بخاف عليه ينزل الشارع هو أخره يركب الباص لفعلا بيطلع جباه جباه شايف يقرر في أي حاجة المدرسة ما بينزلش الشارع لأنه هو يجي الأب يقول له ينزل هات كذا فالأم تقول لا 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 أنا هنزل أنا جي يعني يا دكتور بن الصحة ممكن الأم تسيب ابنها يبدأ يتحرك الواحد واعتمد لنفسه من سنة كم عشر سنين مثلا لا كده متأخر أوي كمان كل مرحلة عمرية لها حاجات أن أنا أخلى الطفل يعتمد على نفسه إزاي رقم واحد أنا طفل عندي عنده سنتين مثلا بيلعب عنده سنتين ونص خلي يرتب ألعابه بنفسه دي اعتماد على النفس إن أنا أشيل الألعاب من قدامه كده يخبط ويكسر وأنا ألم وراه كده لا هو يمع هيطلع مهم المفروض أنا أخليه يشيل الألعاب بتاعته بنفسه يرتب ألعابه بنفسه وفقا لكل مرحلة عمرية أنا بتعامل كمان في حتة مهمة جدا بالنسبة للألعاب الطفل محتاج لحاجة اسمها حاجة الإنجاز إحنا قلنا أول حاجة لحتياجات الفسولوجية في قرم مصلوم تاني حاجة لحتياجات الأمنية تالت حاجة الحب والانتماء رابع حاجة حاجة التقدير والاستحسان والقبول إن أنا أحترم الطفل لو أنا ما احترمتش الطفل أنا هاخد منه عناد بعد كده وده اللي هنعرفه في بعد السبع سنوات هتأخد وده رسالة موجهة يعتبر ده شبه يا دكتور عكس التنمر يعني بدل ما تنمر عليه لا أبقى تديله دي حسه ومثقة بنفسه كده وأنه مميز ويبقى حاسس أنه فعلا يقدر يعمل حاجة ما بقاش حاسس أنه مختلف عن الناس أكيد طبعا خامس حاجة عندي اسمها حاجة الإنجاز دي في قمة الهرام فالطفل أنا عشان ربيع الإنجاز ويكون وثق في نفسه في حاجات أنا ممكن أعملها حاجات بسيطة أوي بس بتفرق مع الطفل يعني الطفل اللي عنده سنتين ونص المفروض يلعب بثمان مكعبات فقط لأنه هو القدرة العقلية بالنسبة له طبعا فيه فروق فردية من الأطفال وبعضها أديله ثمان مكعبات بس في سنتين ونص ليه؟ أنا عندي فلوس كتير وأجيب له مكعبات كتير أوي ولكن هو لازم يحس بالإنجاز لأنه هو القدرة العقلية بالنسبة له أقصى حاجة ممكن يركبها في بعضها ثمان مكعبات ثلاث سنين أديله عشر مكعبات وأبدأ أزود أزود عشان لما يركبهم كلهم في بعضه يحصل على أي شكل أي أن كان الشكل هو إيه؟ فهو حس بحاجة الإنجاز فلو ما عملش كده وعمل يركب مكعبات والحاجة كتير أوي جنب بعضها فهو مش يحس أنه هو أنجز حاجة فدي تعمل عنده مشكلات يعني ممكن تعمل عصبية ممكن تعمل عينات بعد كده ودي بتبقى وحشاوي دكتور فيه نقطة باعلي تخذ الكرار والتردد في كتير مننا بيكبر أو متردد مش عارف ياخد قرار إزاي الأم والأب ينموا الصفة يعني تكون كويسة للطفل ممتاز أولا بيبقى الطفل فاقد لحاجة اسمها الحاجة العلمية أنا عندي التربية ست جوانب لو أنا فقدت من أم واحدة بس وفيه فرق كبير أو بين الرعاية وبين التربية شتان ما بين الرعاية وما بين التربية إحنا كلنا بنأكل وبنشرب وبنعلم وبنلبس وبنصرف جدالة اللي نحن بنعمله دي مش تربية خالص دي اسمها رعاية قال النازم عفوا يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته أتطلب الربحة ممن فيه خسرانه أقبل على الروحي واستكمل فضائلها فأنت بالروحي لا بالجسم إنسانه أنا عندي ست حاجات لازم يتوفره في الطفل علشان أطلع طفل سوي عشان أبقى ربيت أول حاجة المهارة الصحية تاني حاجة الرعاية النفسية العلمية السلوكية الاجتماعية الروحية دول ست حاجات بالترتيب كده المفروض أنا أعملهم مع طفل تالت حاجة عندي الرعاية العلمية الرعاية العلمية عند الطفل هنا إشباع حب الاستطلاع عند الطفل بالإجابة على الأسئلة كل سؤالي يسأله الطفل المفروض أنا أجاوب عليه لذلك عندك قاعدة طربوية مهمة أو بتقول أجب للطفل عن كل الأسئلة التي يسأل عنها وأجب للمراهق عن كل الأسئلة التي لا يسأل عنها دي مهمة جدا المفروض أنا أشبع عنده حب الاستطلاع إن أنا أبدينه معلومات كتير كمان ما كونش الطفل يعتمد علي في كل حاجة بنسبة 100% لازم أنا أسيبه يتعامل أسيبه يكون له رأي حتى لو أنا مش أخد بي أتناقش معاه أقوده على الحوار علشان يعرف يتعلم خبرات الحياة ما يكبرش يكون معتمد علي أنا بنسبة 100% ويصبح مش قادر ياخد قرار في حياته لو جينا بقى عايزين نعرف عادة تأهيل الأسرة من الأول الأم والأب حضرتك شايف كوارس اللي بتحصل قبل ما بيتجوزوا لازم فعلا ياخدوا كرسي في عادة التأهيل النفسي مش مجرد الجواز طرحة وفرح ونيش لا لازم يعرفين الموضوع ده وكمان على فكرة دولة جد والجد مهم جدا في الموضوع ده مش للأب والأم يعني وتقول لبنتها وتنصحها وبرضو في الأطفال تشاركهم مش مجرد التدليل وخلاص ممتاز جدا ودي حاجة بصراحة يعني الدكتورة غادة والي وزيرة التضاوم الاجتماعي كانت عملت حاجة جميلة جدا وهي موضوع مشروع اسمه مواد ده الكرسات التأهيلية قبل الزواج وقبل الميلاد ودي حاجة بيعمل أخواننا المسيحيين في مصر هنا في الكنيسة جميلة جدا أنهم بيأخذوا قرصات تدريبية قبل الميلاد وقبل الزواج أصلا قبل الحاملة اسمه وقبل الزواج عشان أعمل إعادة تأهيل للأم لازم الأم تعرف شوية حاجات يعني من أجمل مقرأت بقول أحبب الطفل وإن لم يكلك إنما الطفل على الأرض ملك ولطف الله لو تعلمه رحم الله امرئا يرحمه عطفة منك على لعبته تخرج المغزون في جعبته وحديثون ساعة الصفا معه تملأ العيش سعادة وسعا الله الله يبركي المفروض إن أنا أحب الطفل بداعي وبدون داعي أحب الطفل بداعي وبدون داعي ولازم أكون فاهم دوافع السلوك يعني أحب الطفل إزاي بالنسبة عندي فيه حاجة المفروض أي أب أو أي أم يحتضن ابنه على الأقل من أربع إلى خمس مرات في اليوم من أربع إلى خمس مرات في اليوم ولا يجوز فيهم جمع التخليم ولا جمع التأخير دا فيه النسب بتاعهم بالسلوك ما بتحضنش حد يا دكتور مشكلة كبيرة جدا هو فيه دكتور بس مش هخرج حنا على حدثك عن موضوع دايماً بتلاقي الأب إحنين أو الأم إحنين صعب إنك تلاقيه لتنين مع بعض أنا عندي مشكلات كثيرة جداً فيه عملية فيه قانون عندي اسمه قانون الاتساق قانون الاتساق يعني إحنا قلنا العقوبة عندي كذا عقوبة حرماً من حاجة هو بيحبها ماشي فيكون فيه اتساق من الأم ومن الأب يعني الأم ما تعملش حاجة والأب ييجي من الشغل بابا ماما خدت مني الموبايل أو منعت عني المصروف أو قالت لي مش هتروح عندي جده مثلاً أو مش هتروح عن المصيف فقال مين اللي قالك الكلام ده ولا تشغل بالك المفروض يكون فيه اتساق فيه اسلوب التربية علشان العقوبة تمشي صح ده المفروض يكون مقبول بالنسبة للنقطة اللي حضرتك أثرتها تمام وما كمنهاش عن حاجة الإنجاز حاجة الإنجاز فيه مصطلحات مهمة قوي بدل ما أقول لي ابني هاتي إيدك عشان أعديك الشارع تفرق قوي معاه لما أقوله خد إيدي وعديني الشارع بدل ما يقول لي هاتيلي حاجة من السوبر ماركت وانا نزل أشتريها لا أنا أديني فلوس ووقف كده هو يجيب الحاجة بتاعته وانا بشتري حق بعمل شوبينج مثلا أنا أدينه الفلوس وانا وقف وراه هو يحاسب فهو يحس ان هو إيه ان هو أنجز دي بتفرق كتير جدا مع الطفل طبعا 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 وانا فعلا يا دكتور الحوار كله جميل جدا احنا أكيد طبعا في الحالات التانية هنتكلم عن المراحل بقى بعد السن السبعة وسن العشر سنين والمراهقة والجامعة كل سن وليه ومراحل التعامل بجد أن كنت مبسوطا جدا بالحوار مع حضرتك ويراب يكون الحوار يفاد كل الناس تحبي تدفلي حاجة دكتور في نهاية الحوار اه يعني فيه بس حاجة بسيطة جدا بالنسبة للمنظومة كنت قرعتها لناظم يعني عن عملية التربية بصراحة هو أخ سعودي يعني كان يقول لي لا تكتعر حامك ويشملك الوعيد ولا تخسر الغالي ولا ترخص غلاه وابنك لا تخسره لو أنه عنيد يختميت مرة وتمسح له خطأه وإن كان شد الحابل حاول ما تزيد ارخيه قبل الشد ما يصل منتهاء ولا تنصحه واكتزعه ما يستفيد أعرض عليه النصح في ساعة رضا اسمع اسمع ترى قرب المنازل أحيان ما يفيد أو قهة يبديلك شيء ما ودك ترى لكن لا تقرب ولا تبعد بعيد خلك على قول المثل حسفت حصاه واحفظ احبال الود حفظك للوريد ألم عليك فيه موتك والحياة ترى الابن مهما حصل يبقى عضيد وطرى عيالنا ما عنهم غناه الناس دائما تهاب اللي وحيد قال لي من نواجف محدم معا كميل جدا يا دكتور حضرتنا ورثنا كان معانا دكتور عاد البركات اللي النهاردة شرفني ونورني محاضر علم النفس التربوي طبعا كده حلقتنا خلصت كنت معاكم دينا السعيد تستنونا طبعا كل أسبوع في نفس المعاد في حلقة جديدة بس نهاردة وحنا بنختم معاكم جات لنا استغاسة من محافظة الشرقية مركز فقوس كان فيه بيت بيولع على فترات متعددة جدا مش عارفين بفعل إنسة أو بفعل جن ولكن جات الهلال الأحمر أنقذوا الناس بعضلهم ثلاث خيم واساعدهم كمان للأجهزة الأمنية هنختم معاكم طبعا في الحلقة بالتقرير ده كان اللي جابهولنا طبعا الصحفي محمد الحوض محافظة الشرقية بشكركم جدا ونشوفكم الحلقة الجاية بإذن الله وموضوعات جديدة ومختلفة شكرا لكم قرية الغازالة التابعة لمركز المدينة فقوس حيث نحن هنا في تغطية أثناء حريق منزل وهذه المرة ليس فعل إنس ولكن هذه المرة بفعل جان طب أتعارب حضرتك يا حاجة ليلة محمد عبدو صاحبة البيت صاحبة البيت مربيه ومربيه مربيه ما فيش حداوة حاجة بينك وبين حد لا ما فيش حداوة طب الفترة دي قعد كم يوم الحريقية في بيت وبدأ يال الده في يوم واحد ولا على كذا مرة لا مرتين أربعين يوم أربعين يوم الحريقية شغالة فيها واش الليلة الحريقة فيه ويجد مطاو في ويجد عرب التسعيم ويجد الناس كلها مش عارفين الحل وشيخو مش عارفين الحل بعدين مش شارع في الضلمة مش لقين حياة النصب طاطب علينا ناكل مش عارفة ملونس لنا علينا يا رب دي طب حضرتك بطلب بي يا حاجة أنا بطالب يا ربنا يعوش البنوال اللي في المين دي عديد يشوف البنوال اللي في المين دي عديد يشوف اللي دا ماكدر عديد ندامة كتبانة وحيال ندامة كنت عينا في لسين حركة عملك والعيجة حركة انت ايه؟ عديد بالمسؤولين هنا وصل هنا بعض انت ايه؟ جاءت الأستاذة نوسيلة أبو العمد مشكورة ووقفت معنا وعملت حيام بس مافيش أكتر من كده ومحمد كلوب ورئيس نوحدة المحلاب الغزالي هم تكرروا مشكورين ووخلوا كهربة وعملوا حيام بس طب هل شؤولي اتماعية؟ لا 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 مافيش مش حاج منه وصل لا لا مافيش الكلام ده وصل لعند الان وإحنا خطبنا يعني عن طريق قناتكم احترامة اتقدم خلص شوف لحضرتك سبحانمد سيد عبدالله والعرب والعمايم على الاستجابة الفورية بحضركم معنا نهارا بس المنظر حضرتك نشايفين حاجة مؤزية عند الان احنا مش عارفين ايه السبب يعني مثلا لو من الجران حد اللي عملت كده كانتهم بقى أهون أما ده سبحان الله من الجن ياري ولكن الشيطينة كفر ويعلونا نسس يعني شفرش كله اتحرق يعني شفرش كله